حملة للقضاء على ظاهرة التسول في مدينة الموصل أطلقتها حكومة نينوى المحلية إلا أن الحملة استهدفت الكثير من الباعة المتجولين المنتشرين على مفارق الطرق والتقاطعات المرورية ولم تأخذ بنظر الاعتبار سبل تأهيل المتسولين ورعايتهم اجتماعية يحاول هذا الشاب الحصول على قوت يومه من خلال بيع المنادل الورقية في التقاطعات المرورية داخل مدينة الموصل إلا أنه في بعض الأحيان يواجه بالمنع أو المضايقة بعد توجيه السلطات المحلية بإطلاق حملة للقضاء على ظاهرة التسول التي لم تستهدف المتسولين بل طالت الباعة المتجولين يمنعوننا إحنا وان ما اكوش شغل والله ما اكوش شغل فردنا بضعيف يعني ارتفاع عدد المتسولين في شوارع مدينة الموصل وانتشارهم بشكل متزايد دفع الحكومة المحلية إلى إطلاق حملة للقضاء على هذه الظاهرة إلا أنها طالت الباعة المتجولين أيضا رغم تطمينات الإدارة المحلية بأنها تستهدف المتسولين منع التسول والذهاب إلى العمل لا يوجد منع كما قلت لك للباعة المتجولين وإنما لهؤلاء المتسولين نخشى من انتشار الجريمة أحد أهم الأسباب في تزايد أعداد المتسولين هو ضعف الحالة المادية للكثير من المواطنين ووصول نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر قرابة الأربعين بالمئة من سكان مدينة الموصل وجاء هذا الانحدار في الترد المعاشية في السنوات التي عقبت تحريرها من تنظيم داعش هذا الانخفاض أثر على توفير احتياجاتهم اليومية والأساسية والذي بالتأكيد كان سبب في ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بمعدل تغيير تجاوز 15% من 23% ثم 34% وحاليا بحجورة 39% للفقر المتعلق بالدخل و38% بالنسبة للفقر المتعلق بالخدمات التي يسموها الفقر المتعددة لبعاد رغم المحاولات المتكررة للقضاء على ظاهرة التسول إلا أن جميعها باءت بالفشل وهذه الظاهرة لها أبعاد خطيرة خصوصا وأن المتسولين عرضة للابتزاز والاستدراج إلى جهات إرهابية أو عصابات إجرامية شك الخطر لأنه ما معلوم هذول الأطفال أنه أكو جهات يجوز تأخذهم تشيلوا من الشرع أو تغير أفكارهم يعني ممكن تخليهم يقودون مجامع إرهابية أو مجامع مسلحة أو غير شغلات تستغلهم تهاون السلطات الحكومية في معالجة هذا الملف ودعم المحتاجين منهم باحتضانهم في دور إيواء أو دعمهم بما يغنيهم عن اللجوء لها وعدم محاسبتها عصابات التسول ومتابعة رؤوسها تسبب بإفراز شريحة كبيرة من المتسولين منهم من أجبرتهم الحاجة ومنهم من امتهنها للكسب بالحيل والاستعطاف أنس الشرقي من الموصل قناة الرشيد الفضائية